نادي الزمالك نادي الزمالك وبطولة الدورة الممتاز طولة كبيرة جدا لنادي الزمالك بطولة نادي الزمالك يستحقها طولة نادي الزمالك يستحقها عدة بظروف صعبة جدا مرتضى منصور وكل إدارات نادي الزمالك اللي هو هي عماد عبد العزيز والكابتن حسين لبيب كل منهم كمّل المشوار دي بطولة عليها ثلاث إدارات عشان ندي الناس حقها عشان ندي الناس حقها فالحقيقة كلهم يستحقوا التحية في هذه البطولة ولكن ولكن نجوم هذه البطولة هما لعيبة نادي الزمالك وجمهور الزمالك العظيم اللي صبر مع فرقته شجع فرقته حضا على فرقته وهو ده اللي كان مطلوب وهو ده اللي كان مطلوب طيب مدام مروى سلطان زوجة الراحل علاء علي وبعد موقف فريق الزمالك مبارح وحط صورة علاء على التشيرتات منتهى الإخلاص ومنتهى الوفاء مدام مروى مساء الخير مساء النور مساء النور أحيان أتصيب زي حضرتك إزاك يا فن مخبار حضركي إيه الحمد لله والله تمام يا رب نتمن على حضرتك دايما أنت والأسرة كده يا رب بخير والله إحنا الحمد لله بخير والله يقول من أنت فاكرين واسم علاء موجود كده منبقى قايفين وفرحانين والله قوي 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 يعني لا يا فن ده الدنيا كلها فاكر علاء مش إحنا بس اللي فاكرين يعني يا الله الله يرحمه ولكن كان يعني قمة في الأخلاق ولعيب كبير رأي حضرتك في لقطة لعبة الزمالك ويعني التشيرت اللي عليها اسم علاء والله أنا عرفت قبل المطرب بوقت قصير إن في نفس الشيرت موجود وكنت مستنية أعرف بها يتنبس ولا لا وأول ما لقيته بيسخنوا به كنا فرحانين أوي أوي والله أنا والولاد وأكواسي وممسي والناس اللي عرفوني كلهم كلموني وكننا يعني فخورين جدا جدا اسم علاء وجمدي الصورة بتاعت الفرع البطولة الغالية اللي كانت سنة من زمان نكوننا بقى في جوه الناس يعني وطبعا كانت سيبقى علاء يعني يكون موجود ويبقى في الفرحة الجميلة فهو طبعا كان مبارح بالنفكة نتعمر دي الحاضر الغايد فعلا والله يكونوا مصطفين قوي قوي يعني سعادة فيها بكاء يعني مستلطة كده مبين السعادة والابتقاض يعني الحمد لله طول يا فندم للعيب تنادي الزمالك طبعا فيكو كل الخير وفيكو كل الاخلاف والوفاء لعناء والشهداء كمان اللي كان شرت عليه كمان للشهداء فعلا فعلا ومي سعادتونا وابكاتو اكيد كل جمهور والاهالي كمان للشهداء وإحنا كمان اصطفقنا وفرحنا وعلى قد فرحتنا بالدوري كانت تمان الفرحة المبعثة بقى بالتكريم طبعا طول يا فندم لا تقولي ايه لجمهور الزمالك ومسندته للزمالك انا عارف انك زمالكوية طبعا في البطولة الكبيرة دي احنا زمالكوية قبضا عن جد برضو عائلة زمالكوية وصعدة كلنا جدا جدا ومبروك لجمهور الزمالك الطيب الوافي المخلص يعني كل خير واللي دايه كله يبقى فرح يا رب وتكون بداية سعيدة البطولات عديدة كده وما يزعلوش تاني ابدا بعد كده ويصدروا متشرفين بلديهم بخورين دي دايما يا رب يا رب يعني وهما تعالى فاتين علاء والله باستمرار الناس كتير قوي قوي بتنزل بطولات دايما والأحلى حاجة بتسعيدني بقى الدعاء اللي وورا كل بص بتدعيد دعاء دميل وبيوصل لحت الان فات سنتين هو الحمد لله يعني الزمالكوية بتدعيله ربنا يسعدهم ويقرحهم دايما يا رب يا رب ربنا يا فندم يرحمه ويخليلك الولاد وان شاء الله بإذن الله يعني دايما اسم علاء موجود دايما في المدرجات ودايما موجود في قلوب الناس ونتشرف دايما بوجود حضرتك معنا وبباركلك وبشكرك شكرا يا رب يا ربنا يكرمك ويتعيدكم يا رب وتكون دايما مصري كده بخير والبطلاتها بخير وتعديك سلام وما حدش يزعل أبدا أبدا يا رب شاء الله بشكرك يا فندم شكرا جزيلا مدام ماروة سلطان زوجة الراحل طبعا كابتن علاء علي يعني لفتة أكثر من رائعة من كل لعبة نادي أزها مالك وإدارة نادي أزها مالك